اتخذت قضية دفع الرئيس السابق دونالد ترامب أموالا لممثلة إباحية من أجل شراء سكوتها منحا تصاعدي منذ يناير الماضي بعد أن قرر لدعاء العام في نيويورك فتح القضية من جديد و فيما إلي مشاهدين التسلسل الزمني للأحداث التي بدأت فصولها عام 2006 كشفت الممثلة ستورمي دانيلز في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة أنها التقت ترامب عندما كان بعمر ستين عاما في نيويورك عام 2006 ثم دعاها إلى غرفته في فندق قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أرسل مايكل كوهين محامي ترامب مبلغ 130 ألف دولار إلى محامي دانيلز مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة مع الرئيس السابق وفق شهادة كوهين بعد ذلك في يناير 2018 رفعت دانيلز دعوة قضائية ضد ترامب مضحة تفاصيل علاقتهم المزعومة وتسلمها مبلغ 130 ألف دولار من كوهين في غسطس 2019 أقروا كهين بالذنب بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي والكذب وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مكتب المدعي العام في منهات قدم في يناير 2020 أدلة إلى هيئة محلفين كبرى على دفع ترامب أموالا مماثلة أو للممثلة منذ ذلك الحين التقى مكتب الادعاء بعدد كبير من الشهود وتمت دعوة ترامب للإدلاء بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى لكنه رفض المثول أمامها في مارس 2023 وجهت هيئة محلفين كبرى في منهات اتهامات لترامب في هذه القضية ويشكل توجيه اتهامات لترامب سابقة في الولايات المتحدة ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض موسيقى موسيقى